السلام عليكم وهنا على اقتراحات بعض الناس لان الفيديو بتبقى طويلة جدا فانا هقسم الفيديو الكبير الى فيديو صغيرة يعني الفيديو الاولين هيبقى في 10 translation من انجليش العربي وبعد كده الفيديو الثاني من 10 translation من عربي لانجليش وبعد كده 2 passages كطعتين وبعدين هيبقى فيديو الواحده فيه 3 dialogues الفيديو هتبقى صغيرة خالص يعني بكتير 10 دقايق او حاجة زي كده فعلشان كده قسم الفيديوهات زي ما أنا مقسمها كده يعني خد فيديو كل يوم أنا عاوزك تتابع معايا السكيلز يوميا خد فيديو صغير كل يوم بحيث تبقى حاجة صغيرة تذاكرها بتماعون ما تبقاش متضايق من الفيديو كبير فما يضايع شوائتك خلاص تعودنا وقف حل وعلي نكمل يبقى هقول يبقى هقول ان تقليل عملتها انخفاض ما يشي ان تقليل مستوى البطالة هو التحدي الرئيسي او الاساسي للحكومة عندي كلمة مين دي صفة معناها 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 كل دول بيساقوا بعض معناهم اساسي او رئيسي كربينج تروريزم بين الحكومة والافراد اذا انا عندي حاجات مهمة هنا كرب كفرب معناها كنترول او هولد داون معناها يكافح كرب كناون كاسم معناها بارير او ريستريكشن يعني حاجز او مانع shared معناها صفة معناها common او mutual يعني شائع مشترك individual يعني فردي منفرد منفصل خاص على حدة طيب بتساوي كلمة separate كل واحد لوحده 13 the internet is the fastest communication means throughout history هقول ان الانترنت اسرع وسيلة تواصل او اتصال عبر التاريخ برضو بدأت بان هو عملتا جملا اسمي بلاش تترجم از يكون خالص عايزت ان مضطر اعمل هو ان الانترنت هو اسرع وسيلة عندي means معناها وسيلة بتساوي way بتساوي method بتساوي aid كل دول بيساوي بعض طب ليه يا مستر ان اعمل اجيب synonyms او مراضفات كتير علشان لو نسيت واحدة احط واحدة لو جيت لك واحدة تانية غيرها في الامتحان تبقى انت فاهم تحفظت واحدة بس وخلاص على كده اربعة عشر man gains experience man هنا مش معناها الرجل لا 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 معناها الانسان man gains experiences from the situations he encounters in his life يكتسب الانسان خبرات من التجارب التي يواجهها او يمر بيها في حياته عندنا gain بتساوي acquire بتساوي attain معناهم يكتسب عندنا كمان encounter encounter معناها face او meet يعني يوااجه بتساوي come across كمان او confront او اخر حاجة run into into شاء لو مش واضح عندك يوااجه او يقابه خمسة عشر team work saves time money and effort انا مزود effort من عندي and doubles achievement يوفر العمل الجماعي الوقت والمال انا لمضيف المجهود والقهد المجهود او القهد ويضاعف الانجاز طيب يبقى عندي كلمة double double معناها يضاعف معناها بتساوي become twice او increase طيب ما هي verb طيب لو اصبحت adjective صفة هتبقى double معناها مضاعف او ذو جانبين ازاي مثلا double aged weapon سلاح ذو حدين double لما تكون اسم فاكرين المالك الايا على رسندل احنا مش بنقابل double كل شوية double يعني نظير الفرزندل كنظير المالك في القصة يعني نظير يعني شابية بتساوي كلمة duplicate duplicate برضو نفس الكلام good citizens work hard for the welfare and the prosperity of their country يعمل المواطنون ابدأ بالفعل احسن يعمل المواطنون الصالحون بجد او بجتهاد من اجل او لأجل رفاهية ورخاء بلادهم او بلدهم عندنا citizen يعني مواطن citizenship يعني الجنسية او المواطنة طيب عندنا كمان كنت welfare بتسوي will being لتنين زي بعض رخاء او رفاهية في حاجة ممكن باللغة العربية نقول سراء سراء والضراء سراء او فائدة او منفع كل ده معناه welfare عندي كمان كلمة prosperity prosperity يعني ازدهار او رخاء او برضو رفاهية لدى مصر او مصر لديها have و has ترجيمها ل او لدى او لديه الكلام ده بلاش بقى يمتلك عنده يبقى لدى مصر او لمصر تاريخ ثقافي من الممكن ان يجعلها رائدة في العالم عندي كلمة culture يعني الثقافة cultural يعني ثقافي طب ما تفكرك بكلمة agriculture بحط بس قبلها بتساوي تساوي تساوي كل ده معناه الزراعة او استزراعة يعني رائض علينا في المنهج دي في الصفة منها يعني ريادي كنا فاكرين بناخدها دور ريادي عاجلا ام اجلا سيصبح الانترنت العمود الفقري طيب هل هو حرفيا العمود الفقري ممكن ممكن يكون قصده اساس او ركيز ركيزة او قوام كل جوانب الحياة او مناحي الحياة تمام عندنا كلمة اي عندنا كلمة aspect aspect معناها part او feature او phase التلاتة معناهم جزء او جانب او ناحية او سمة back bone باكل وحدها يعني ظهر وبون معناها عظمة يبقى على بعضها عظمة الظهر او العمود الفقري بس هل معناها الحرف كده لا هو يمكن يكون قصده بها اساس او ركيزة او دعاية ما زي ما قلنا طب في كلمة تانية شبه background لا background معناها خلفية ممكن تكون background بتاعت الكمبيوتر الخلفية بتاعت الكمبيوتر اللي هي الصورة الخلفية او ممكن تكون الخلفية ثقافية خلفية فكرية خلفية اجتماعية نحن مسؤولون عن عمل كل ما نستطيعه لحماية وطننا طب واحد عملها انها مسؤوليتنا برضو نفس الحكاية مفيش مشكلة صح homeland او motherland او country او هوم كل ده معناه الوطن giving a due care to education and health is the path towards progress نبقى نقول ان اعطاء ابدأ بانا برضو او اعطاء على طول مش هتفرق الاهتمام a duty do يعني الكافي او المناسب او المستحق للتعليم والصحة هو الطريق نحو التقدم دي الحلقة التانية الجزء التاني ترجمة من عربي الانجليزي دول الترجمة بالعربي الانجليش وقفوا حلها وبعد نكمل نفس الكلام ان زيادة الانتاج اصبح واجبا وطنيا حتى يمكننا او يمكننا سوري يمكننا مواجهة مشكلة تزايد السكان والبطالة في مصر يبقى increasing production ابدأ بالاسم ما عنديناش انه في الانجليش فنبدأ بالانشلها increasing production طيب واحد تاني عايز يقولي مصدر الزيادة بتاعة الانتاج the increase of production برضو صح طعدة the noun of noun the اسم of اسم has become ليه يا مصدر استخدمت has مش هاف عشان increasing the production أو the increase of production ده اسم اسم يعتبر مفرد فياخد معاها هاز مش هاف has become a national duty طب يا مصدر انا عايز اقولها became became ماشي هتمشي بس has become هنا نحطها افضل اتنين صح a national duty انا دايما بحط الصفة وبعدين الاسم فين الصفة national وبعدين الاسم duty duty يعني واجب so that we will be able to يعني لكي نصبح قادرين على أو حتى يمكننا in order to be able to اتنين صح so that we will be able to أو in order to be able to face the problem مشكلة of overpopulation and the unemployment in Egypt لمواجهة مشكلة the overpopulation والبطالة في مصر زيادة السكانية والبطالة in Egypt لاحظ ان Egypt لازم تبقى capital فايح اتنى في الجملة ثوبتا علميا ان التمرين المنتظم يقلل من خطر الاصابة بامراض القلب it has been approved أو proven هي تصريفها ينفع ed وينفع en scientifically يعني انا عايز حال هنا ده ما بنصف الفعل محتاج حال يصفه فنفعش اقول scientific بس لازم اقول scientifically علميا that regular exercise التمرين المنتظم او التدريب المنتظم reduces ليه مصر حطت S في reduces عشان انا الفاعل بتاعي هو exercise مفرط فاخد reduces حط the risk فاكرين اخدنا the risk في الحلقة اللي فاتت risk معناها خطر بتساوي danger بتساوي hazard كمان فاقول the risk أو the danger of the danger of ال f مش باينا عندكم هنا of getting heart وعتقلط وتقول hurt اللي هي h-u-r-t لده يجرح وعتقلط وتقول heard heard يعني السمع او الماضي من hear يسمع hard معناها صعب لا كل دول ما ينفعوش احنا عايزين heart heart h-e-a-r-t يعني القلب واخيرا اقول diseases أو illnesses اللي هي الامراض الاثنين صح يأتي السياح الى مصر اللي يستمتعوا بجوها المعتدل واثارها النادرة tourists come to Egypt to enjoy اللي يستمتعوا it تعود على مين على مصر في الانجلش neutral يعني غير محل لا هي ولا شي فاستخدم معها it خليها الغير العاقل بتحب تقولوها كده moderate moderate يعني معتدل طب يا مستر انا مش عارفها هسقط في الامتحان هسيبها في الامتحان يعني كده لا يا حبيب شغل دماغك بيجاوها المعتدل قول مثلا fine weather قول mild weather قول gentle weather ما تفهمنيش ان في حد في سنوية عامة ما عرفش fine و gentle فانت عندك اربع سنة نمزهم اربع مرادفاء اي واحدة فيهم هتمشي شغل دماغك وما تقفش يبقى moderate weather fine weather mild weather gentle weather and rare rare يعني نادر طب انا معرفهاش يا مستر معندي scarce معرفهاش برضو unique فريد من نوعه برضو معرفاه خلاص ما فيش غير unusual لو انت مش عارف كل ده يبقى خلاص قدامك unusual اهم حاجة ما تقفش monuments اللي هي الاثر ولازم تبقى دي حافزها يمكن الاستفادة من الاراضي الصحراوية عن طريق استصلاحها واقامة المشروعات الصناعية فيها او عليها يبقى we can benefit from او make use of الاثنين معناهم يستغل او يستفيد من desert land land اللي مش هتتعد فهقول desert land او لو عايز اعد اقول desert areas المسيحات الصحراوية او land بس ممكن اقول desert land can be benefited from عشان الناس اللي عايزين تبنيها للمجهول اقول desert land can be benefited from الاثنين صيغة مقبولة by reclaiming them باستصلاحهم them تعود على الاراضي لو انا حطيت areas وممكن اقول by reclaiming it لو تعود على land او ممكن اقول reclaiming احط بدلها cultivating الاثنين معناهم يستصلح and setting up وانشاء industrial industrial معلش فيه r انا انا نقصها industrial فيه r بعد t اللي متابع يحط ال r عنده في الورقة بقى مشانا انا نسيتها industrial projects on them او on it يبقى them الاولانية وthem التانية لو كنا حطين areas ات هنحطها في الاول انا نسيتها وحطها في التانية لو كنا كتبنا كلمة land لانها لا تعد في الحالة دي طبعا عندي set up بتسوي establish بتسوي create بتسوي install بتسوي erect كل دولة معناهم ينشئ تعتبر الطقة الذرية مصدر خيري للانسان اذا احسن استغلالها atomic power او nuclear power ممكن اقول is ممكن اقول is considered ممكن اقول is regarded طيب to be بس لازم is considered to be is regarded to be او is على طول وخلاص من غير كل ده is a source of good for man او for humans احنا نسمت فين في المثال اللي فات ان كلمة man يعني الانسان ينفع استخدمها ممكن اقول humans اللي هما البشرة والبناتبين if it is used اذا تم استخدمها wisely بحكمة او ممكن اقول well جيدا او properly يعني بطريقة سليمة كل دولة تمام لان انا عايز حال هنا يصف الفعل اللي هو used 11 اثبتت الابحاث العلمية ان هناك انواع مختلفة من الغذاء لها تأثير كبير لمنع الاصابة بالسرطان عند كبار السن مثل الثوم الثوم والكروم scientific research has proved او proven خلاص اتفقنا عليها دي that we research كلمة لا تعد فعشان كنا خدت معها has مش have that there are different kinds of food هناك انواع مختلفة من الطعام there are استخدمت there are مش there is عشان kinds جامع of food which have a great effect وكمان الkinds of food هي الفاعل فاقول which have التي تعود على الkinds فالkinds جامع فتاخد have مش has a great effect يعني تأثير كبير وفتكر effect بالإي بش بالإي بالإي اس منما affect بالإي فعل غلط طي ممكن أقول a great ممكن أقول huge ممكن أقول big effect to protect أو to prevent protect يحمي prevent يعني يمنع older people أو ممكن أقول the elderly مش احنا قلنا ذا زا صفة تشير إلى كل من له هذه الصفة يبقى هنا كل الناس الجامع from getting cancer من خدر الله يجي لهم cancer like garlic ممكن أقول such as مثل garlic اللي هو thawm and cabbage 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 للأسف لازم أبقى أعرفهم مش هينفع أقلف في الكلام ده بقى لقد دمراء التلفزيون فن الحوار وأكبر الناس على مشاهدة أشياء لا يرغبون في متابعتها يبقى tv أو television ما تحطش ذا هنا ما فيش تخصيص لو قلت the television هيبقى معناها إما خصصت television بعينه وحددت television بعين يا إما بكلم عن اختراع التلفزيون كله طيب ممكن لو أنا أصدي أتكلم عن اختراع التلفزيون كله أو هذا التلفزيون نفسه ممكن أقول the television هنا ممكن المعنى يمشي فأنا ممكن هنا أبدأ بتلفزيون على طول television has destroyed the art of طيب destroyed يعني ضمر ممكن بتسوي كلمة ruined يعني spoiled devastated devastated برضو أفسد أو ضمر the art of conversation art يعني conversation يعني المحادثة and forced forced يعني أرغمة طيب ما فيش معانية تانية في compelled أصعب يا مستر في made وخلاص يعني أرغمة أو obliged this things they things they don't want to follow or watch الأشياء التي سوري سوري أنا نسيت هنا معلش conversation and forced people وأرغمة الناس to watch على مشاهدة things they don't want to follow مش عايزين يتبعوها يتابعوها أو يشاهدوها or watch لاثنين صح لو أنا بتكلم بسرعة على حاجة بطأ أنت الفيديو عندك من اليوتيوب ممكن تضغط على علامة الدايرة دي اللي عاملة زي الترس دي وتعمل السرعة وتقللها بدل ما هي واحد خليها انت نص خليها 75 وهكذا تقع واحد سيوى جنوب محافظة مطروح وتعد أكبر الوايحات المصرية وتستخدم أغبارها في الذراعة سيوى ويسز ويسز يعني واحة جمعها ويسز هخليها ز في الآخر طب خليها ز ز زي أشيل الاس لا أخليها اس يبدي ويسز يعني واحة ويسز واحة is situated in يعني تقع فيه طب ما فيش حاجة تانية فيه is located in ما تقوليش مش عارف located بقى في عندنا كمان lies in كل ده معناها تقع فيه ثلاث حلول مختلفة the government the governorate sorry governorate of مطروح governorate يعني محافظة جاي من كلمة governor كمان عندنا حاكم أو محافظ of مطروح and is considered وعد أو تعتبر the biggest of the Egyptian افتكر Egyptian ال-e capital و-egyptian بال-a مش بال-o عشان فرونساوي اللي سوها سمعتنا بيعملوها egyptian بال-o وبوضونا الدنيا في الإنجليش لا احنا عندنا Egyptian محترمة Egyptian بدية بال-e capital وبال-a مش بال-o wases و-ases it's و-ases هنا جمعناها خلناها بال-e it's wells wells يعني آبار طب انا ما عرف هش لانت هنا مستر آبار هسيبها هو يعني بئر يعني حفرة في الأرض فيها مياه صح اكتب حفرة في الأرض فيها مياه water hole ثقب للماء في الأرض يبقى هتيبشي فعلا كده بال-e English معناها برضو water hole طب في حاجة يسمى spring يعني نبع نائي مثلا are used in forming في البطولات الرياضية يعاقب اللاعبون الذين يلقاؤون إلى تعاطي المنشطات للحسين آدائهم يبقى in sports championships أو tournaments اللي اتنين معناهم بطولة the player سوري أنا نسيت ال-s اللاعبون مفروض بقى the players who resort to أو taking resort to taking يعني يلقى لاتخاذ أو أغذ طيب مش عارف كل دا كتب take على طول who take drugs طيب the drugs في حاجة يسمى steroids 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 يعني المنشطات أصلا دا المعنى حرفي لها to improve their performance لي يطوروا الأداء بتاحهم are punished يعاقب يبقى تمام تظل قضية تحصين الناس من الناس من الناس لا لا في خلط كتير النهار دا ما عليش سامحوني أنا متأسف تظل قضية تحصين الناس من التضليل الذي يحدثه نشر الأخبار الكاذبة هي أهم قضية تتعلق بمهنة الصحافة يبقى protecting people from or against from or against يبقى illusion false belief delusion myth كل دا معنى التضليل تمام طيب أنا ممكن أقول حاجة تحصين دي ممكن أقول immunizing immunizing جاية من كلمة immunity كلمة مهمة اليوم من دول خالص immunity يعني المناعة أو الحصانة immunize معنى يبقى عنده مناعة ويبقى عنده حصانة دا الفرب منها يبقى immunity يكتب معايا المناعة immunize دا يحصن أو يمنع أو يقي كمام ممكن أحط طبع دا protecting يبقى protecting people أو immunizing people against illusion مثلا caused by لأصلها which was caused أو which is caused تمام حسف الوحدة الرابعة دا في which تمام caused by spreading يبقى أصلها which was caused by spreading أو caused على طول by spreading false news أو fake news is the most important أكثر أهمية يبقى topic لو أنت مش عارف يعني قضية issue يعني affair يعني concern matter point كل دا يمشي related to يعني له علاقة بي أو متعلق بي ممكن أقول connected to أو linked to their profession of journalism يعني مهنة الصحافة دا الجزء الثالث من الحلقة التانية وهو القطعة القطعة التانية increasingly بشكل متزايد ignore يتجاهل developed يعني متطور shortage متقدم العالم المتقدم أو الدول المتقدمة أصدو يعني shortage نقص بتساوي كلمة lack L-A-C-K inhabitants يعني السكان suffer from يعني من عرفينها malnutrition سوء التغذية accustomed to أو associated with accustomed to معناها يعتاد على أو معتاد على associated with معناها له علاقة بي أو متصل بي فامن يعني starvation تحتها يعني المجاعة بعد كده primitive يعني بداي بداي عندنا إي تاني عندنا nutritious يعني مغزي أو صحي أو healthy lacking هي lacking اللي بقول لك عليها اللي معناها نقص essentially يعني ضروري أو ham convenience food مش معناها كده خالص معناها طعام معد مسبقا زي مثلا الإندومي كده مثلا الأطعمة اللي هي الأطعمة الجهزة السريعة nourishing nourishing معناها مغزي served يعني يتم تقديمها instantly يعني فورا specialized يعني تخصص serving يعني الطعام غير الصحي addicted to مضمن على refusing رفض to eat healthy alternatives يعني بدائل alternatives يعني بدائل ideally يعني ideal أصلا يعني مثالي بشكل مثالي أو شكل جيد serial products يعني منتجة الحبوب reduce تقل أكيد عرفينها antioxidants يعني مضادة الأكسادة preventing يمنع significant يعني بارز أو واضح أو معقول in fruit and vegetables كمان quantities يعني كميات معقولة من الخضروات والفبكة دي إجابات الكطعة لو في مشكلة اسألي في comments ركزوا معي شبه في المنهزة دي عندنا كلمة poet يعني شاعر palm chestnut maple pine sapotila اللي نعمل عليهم أرقام دول أسماء أشجار take trees for granted معنا يتعامل مع شيء على أساس أنه شيء مضمون شيء ثابت لن ينتهي مثلا فممكن أقول لك I take علي for granted معناها أنا بالنسبة لي علي ده شيء مضمون مش هيروح في حتة بعد كده عندي كلمة landscape بالمنظر الطبيعي سلدم يعني نادرا recognize يعني يتعرف على supply يمد بها ويوفر photosynthesis photosynthesis يعني عملية البناء الضوئي المنتين اللي هو التنر اللي هو بيستخدم ك paint remover ده بيستخدمه في إزالة الطلاق paint remover أو paint brushers عشان ننظف الفراج بتاعت الديهن chewing gum chew يعني يمضغ أو chewing ده مضغ و gum يعني اللي بانا دي إجابات القطعة لو في أي مشكلة اسألني في comments فأرد عليك ودي الإجابات اللي هي سبعة وثمانية وتسعة وعشرة من القطعة كلهم دي الحلقة التانية الجزء الأخير Dialogs Tom Jones is sitting at the cinema on the right hand side على الجنب اليمين which is usually reserved يعني يتم حجزه يحجز شبه بوك دي كده for non-smokers للناس اللي مش ميدخنوا he is talking to another man وبتكلم مع شخص تاني هو يقول have you got a light light هنا بش معناها ضوء معك ولاع يا أخ هو light معناها ولاع فقال له sorry I don't smoke مش بدخن anyway على كل حال this is a non-smoking area دي منطقة ما ينفعش تدخن فيها ولذلك you mustn't smoke here ما ينفعش تدخن هنا يجب لا تدخن هنا you mustn't smoke here أي حاجة مشابهة إلى هذا المعنى ممكن تبقى مقبولة oh it's all right لا 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 ولا هم I have just found my books of matches أنا لسه حالا لقيت books of matches علبة الكابريد بتاعتي نعم I'm sorry maybe you didn't hear me شكلك ما سمعتنيش يا أخ انت perhaps you didn't realize شكلك كله مش فاهم أو مش مدري but smoking التدخين هنا يا أخي ممنوع صح يبقى ممكن رقم اثنين لأقول له is banned here أو is not permitted in this side ليس مسموح به في هذا الجانب أو ممكن تقول له is banned يعني ممنوع لاثنين هيبقى صح قال له oh nobody pays attention أو no one pays attention يعني ما فيش حد واخد باله وحدش واخد باله أو no one pays attention to that إلى ذلك فقال له how dare you say that إزاي تقرؤ وتقول كده everybody has to pay attention to that الجميع يجب أن ينتبه لذلك again I am telling you that nobody pays attention to that أنا عمال أقول لك تاني هو محدش هياخد باله من الكلام ده فقال له I'm afraid I do يا كاكتن انت أنا معلش للأسف أنا منتبه لهذا الكلام ومضار ولذلك so I would be very grateful grateful يعني ممتن لك يعني هشكرك يعني if you لو انت طفت الصجارة بتاعتك مثلا يبقى if you didn't smoke here لو هو لسه ما ايه ما ولعش الصجارة يبقى ممكن أقول له you didn't smoke here you put out or extinguish put out extinguish يعني تطفي the cigarette السجارة بتاعتك تطفيها يبقى عندي ايه الحلين طبع قال له isn't there any other solution طب فيش حل تاني طبع عشانا عايز أشرب السجارة ما علش يعني فقال له yes there is أيها يا أخوة في you cannot that's where you can smoke يبقى هو هو بيقول ان الجنب دهوت محجوز لمن اليمين محجوز للناس اللي ما بيدخنو صح كده طيب يبقى ممكن ينقل الجزء الشمال أكيد يبقى you can move to the other side انقل الجنب التاني أو move to the left side تنقل الجنب الشمال that's where you can smoke هناك هتعرف تشعر بسجاية قال له all right I will move to the other side please ممكن أقول don't be angry ما تزعلش يعني ما تغضبش أو accept my apology فلتتقبل اعتذاري اللي اتنين هاي بوصح وقف حل وكمل between a shopper and an assistant in a department store واحدة هتشتري حاجة والراجل اللي بيبيع في المحل can I help you ممكن أساعدك قلت له yes I have a complaint أنا عندي شكوة طبعا عرفت من ايه تحت هو أكريب لك a complaint شكوة وصنوب التعجب دائما بيغششني اللي فوق فهي قالت له I have a complaint أنا عندي شكوة فقال لها about what عندك شكوة عن ايه فقالت له yes it is this shirt I bought it here a week ago أنا اشتريته من هنا من أسبوع and I am not satisfied ليست راضية with it مش راضي بي يعني مش عجبني I'd like my money back أنا عاوز أرجع فلوسي فقالت له well when I watched it لما أنا غسلته it shrank shrank يعني انكمش مني so much كتير جدا I couldn't put it on again ومعرفتش اللي بيسه وثاني and look how the color has faded وشوف كمان ازاي color اللون faded يعني بهت فجاء كده قال لها إيه اللي حصل what happened what happened what is the problem with it مثلا ايه المشكلة فيه ممكن نقول what happened or what the problem with it رقم 3 سأل سؤال أو سألته سؤال أو سأل سؤال الراجل فقالت له only once مرة واحدة بس وكمان فمية سخنة يبقى لها كم مرة انت غسلتي يبقى how many times did you wash it طيب بعد كده السؤال اللي بعد سألها سؤال فقالت له no I haven't I am afraid I lost it يعني للأسف أنا شكلي ضيعتها but you can see it's yours بس انت شايف اهو ده البتاع ده بتاعكم المحلككم اهو فكيدا الراجل بيقولها ايه فين يا ستي الوصل اللي انت اشتريتي بي have you got the receipt receipt يعني الاصال طيب ليه همستر استخدمت have you got عشان تحتقل لي no I haven't لما استخدم haven't يبقى معنا ده السؤال المساعد او اداة السؤال اللي ان هستخدمها في have لو قال لي no I don't كنت هستخدم do you تمام لكن هو قال لي no I haven't فاستخدم to have you تمام you can't exchange it unless ما ينفعش تبدلي إلا لو وسألت سؤال لا ده مش سؤال انا آسف ده غلطة منا نشيل عالمة الاستفاية unless you have the receipt it's the policy of the store إنها سياسة المحل I don't care what the policy of the store is ما يهمنيش ايه هي سياسة المحل I like to see the manager about this and I want to see اللي مدين فوالله he will come after two hours he will be late اي حاجات هذا المعنى فقالت له I don't care I can wait أنا هستنى ما يهمنيش father is at a shop that sells camera اب في محل بيبيع cameras he wants to buy a camera for his son عايز اشتري camera لابنه can I help you ممكن اساعد لك يا سيدي فأكيد الرجل عايزي اشتري camera yes I would like to buy a camera or I want to buy a camera فقال له yes we have good cameras عندنا كاميرات جايدة يا سيدي this one is good هذه الكاميرا حلوة مش كده برضو ولا اي في كومة هو وفي علامة استفايم يبدأ اسموا سؤال مزيل بجيب نفس الفعل بتاع الجملة بس ام في يعني مثلا ايه لو is هتبقى isn't اعكسه طب لو كانت هو this one isn't good يا مستر لا ساعتها اخليها is it يعني بعكس السؤال المزيل هو عكس الجملة في النفي وفي الاثبات طيب وبعدين isn't isn't this لا اخليها isn't it it's five hundred pounds ده بخمسمية جنيه اكيد ده سؤال هاول له how much is it طب هو تعمل او how much does it cost هيكلف ادي ايه فقال له it's خمسمية جنيه فقال له it's very expensive it's too expensive او so expensive كله مصح او دير يا الهي تمام it's very expensive i see it خلاص انا فهمك that one isn't expensive ده مش غيلي sir it's only 250 pounds بمثين وخمسين جنيه بس سأل سؤال فقال له yes of course هل ده حلو and it also has some good options وكمام في شوية خيارات كويسة طيب تمام يبقى is it good هل ده جيد is it of good quality هل الكاميرا ده يزو جودة جيدة فقال له ايوه بالطبع وكمام فيها شوية options حلوة كماليات حاجة that's good i will wrap it for you يبقى شكل الشخص كده هيشتريها فقال له الفوذر هيشتريها فقال له i will buy it او i will take it wrap w-r-a-p wrap verb معناه يغلف يغلف او يلفهاله يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة